يا رب دايماً نكون قريبين منكم وبنفكر في اللي انتوا بتفكروا فيه وبنتكلم دايماً في اللي بيهمكم وبيشغل بالكم كل مشكلة، كل حكاية، كل رواية، كل حاجة بنعيشها في حياتنا اليومية من مشاكل لمسئوليات لكل اللي احنا بنعيشه كل الوجع اللي احنا ممكن نكون بنحس بيه النهاردة هنتكلم معاكم عن وجع حقيقي مؤلم مفيش حد مننا ما جربوش أو ما عداش عليه هنتكلم النهاردة عن وجع وقلم كبير بيحتاج وقت عشان يخف وممكن نقعد سنين وسنين بنعاني منه النهاردة هنتكلم عن وجع الفراء الفراء اللي أصعب حاجة في الدنيا كلنا بنخاف من اللحظة دي وبنكون مش مصدقين ان احنا ممكن ممكن نمر بيها لكن أوقات كتير بتيجي اللحظة دي بشكل مفاجئ ومن غير ترتيب وكل ما كان الشخص عزيز على قلوبنا وبيننا وبينه ذكريات كل ما كان الفراء أصعب وأصعب ومش بس الفراء بيكون النسيان كمان مش سهل خالص الفراء مش بس معناه اننا نفقد شخص عزيز علي بالوفاة لكن كمان ممكن نفقد شخص وهو لسه عايش معنا وأوقات ده بيكون أصعب كتير لأننا لما فقد شخص كنت عايش معايا كان بيني وبينه ذكريات كان بيني وبينه عشرة كان بيني وبينه حب بيبقى موضوع صعب قوي بيبقى موضوع مسهل خالص لما يكون حد عايش وموجود قدام عيني بس أنا مش قادرة يكون موجود معايا بشوفه بس مش قادرة تعامل معايا بيوحشني بس ما بقدرش أتكلم في التليفون وأقول له انت وحشتيني لأن ما بقاش بيننا حاجة غير الفراء أوقات الانفصال بيكون بإرادتنا آه يعني ممكن أكون أنا اللي مختارة الانفصال وأنا اللي اختارت إن أنا بعد عن الشخص ده باختياري وبكامل قوية العقلية لكن في أوقات تانية بيكون الانفصال ده غصبا عننا وفي كل الأحوال سواء باختياري أو غصبا عني بيبقى فيه واجع بيبقى فيه ألم للفراء في لحظة الحياة كلها بتتغير مفيش حد بيفضل على حاله حتى القلوب بتتغير النهاردة هنتكلم إزاي نواجه ألم الفراء وإزاي نقدر نتعايش بعد ما بنفقد شخص عزيز علينا كل ده هنعرفه النهاردة ما عضفنا اللي هيكون معنا النهاردة الكاتب والسيناريست محمد جلال وهو كمان مؤلف شاب ناقش في أعماله الدرامية تفاصيل العلاقات العطفية والإنسانية ومن أبرز أعماله واللي يمكن بتفرج عليه اليومين دول مسلسل دوبامين مسلسل دوبامين ركز بشكل كبير جدا في المسلسل ده على العلاقة ما بين الست والراجل والمشاعر اللي دايما بينهم مشاعر حب مشاعر شوق مشاعر جرح مشاعر انفصال المشاكل النفسية اللي بتحصل نتيجة الانفصال العقد اللي ممكن تتربى جوانا نتيجة الانفصال والجرح والوجع وقلم الفراء اللي كتير بتمر علينا في حياتنا النهاردة هنركز أكتر على الفراء وقلم الفراء وإيه اللي بيحصل وإزاي نتعافى من قلم الفراء والوجع ده بحيث إنه ما يشكلناش مشاكل نفسية أو عقد على فكرة العقد دي ممكن أجرح ناس تانيين ما لهمش زنب خالص غير إن أنا شفت في حياتي قبل كده عقد كتير أو قبلت الناس مش كويسة فبالتالي بطلحها على الناس اللي بتدخل حياتي إزاي يعمل التوازن النفسي ده ما بين أوجاعي وإزاي تعافى وإزاي يقدر أتعامل بشكل مختلف